للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة السيد محمد الصوفين أهلا وسهلا بك أستاذي يعني بداية هناك الكثير من المعطيات التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على القطاع العقاري ما هو أبرزها برأيك؟ نعم مساء الخير طبعا نحن ندرك جميعا بأن الجائحة أثرت بشكل كبير على القطاع العقاري عدم وجود تواصل وخاصة على موضوع الطيران رح نلحظ أنه في تقريرنا كان في تراجع لحجم بيوعات غير الأردنيين هذه الأمور كلها كانت تدور حول الأسباب أو الظروف التي فرضتها الجائحة لذا بادرت الحكومة إلى تمديد قرار الإعفاء وهذا القرار الذي كان سبب حقيقة في أنه أعطى زخم وسيعطي القرار وتمديده زخم أكبر باتجاه أنه نرفع من مستوى القطاع العقاري من أجل أنه يظل الزخم قائم بحيث يكون في حركة تداول نتوقع أنها تكون في الأيام القادمة بشكل أفضل نعم إذا ما لاحظنا المؤشرات بشكل عام بسبب أو من خلال التقارير هل تلاحظ أنه هناك مثلا بعض النشاط على بعض المساحات مثلا هناك مشكلة في نوع العقارات الأراضي على حساب الشقق وغيرها هل هناك مؤشرات لها معاني معينة بالنسبة لي المواطنين وتؤثر على نشاطهم بشكل أو بآخر نعم نعم سيدتي القرار قرار المجلس الزراء بالإعفاءات استهدف جهتين استهدف المستهلك ذوي الدخل المحدود والمتدني بحيث سمح بإعفاء 150 وهذا مستمر في تمديد القرار واستهدف من خلال تخفيض رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار بالنسبة للبائعين والمشترين من القطاع الخاص لأنه هذول هم الناس اللي أيضا رح يسهموا في إنتاج الشقق السكنية وبالتالي القرار تفعيله أو فعاليته رح تكون على المنتج في القطاع العقاري والمستهلك إضافة إلى أن هذا القطاع يحرك جميع السوق لأنه عندما نتحدث عن قطاع له ارتباط بقطاع الإنشاءات نحن نتحدث عن حزمة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية في البلد رح تتحرك وبالتالي رح يكون في نتائج عظيمة على الاقتصاد هلأ هاي القرارات أسهمت بشكل جيد وأنا بعتقد قطاع العقار حتى رغم النسب الانخفاض الموجودة والتي تراوحت بين 16% لغاية أقصاها كانت 30% وكانت الحركة بعد الإغلاق لما كان فيه إغلاق بعد ما انفتحت الأمور شوي وراحت أيام الحظر الشامل كان يتقلص حجم انخفاض حجم التداول وحتى حجم الإعفاءات وحجم الإرادات كانت تزيد بشكل تصاعدي إلى نهاية السنة فكان الحمد لله إذا نظرتي إلى قطاع العقار مقارنة بغيره من القطاعات وبالنظر إلى ظروف الجائحة ووضع المرض والوباء أنا أعتقد أنه كان قطاع العقار ماشي بوتيرة جيدة مستقرة إلى حد ما إذا ما أخذنا الفترات الزمنية بعد بداية الأزمة نلاحظ أنه كان هناك نموة تصاعدي إلى حد ما بعودة المياه إلى مجاريها إذا ما تحدثنا عن الشهور الأخيرة تحديدا في آخر شهر في سنة 2020 هل لاحظتم أي فروقات واضحة بسبب رغبة المواطنين بالاستثمار بهذا الإعفاء أو استغلاله بصورة أكبر نعم هو يعني عادة إحنا النشاط بيكون في كانون الأول بآخر شهر بالسنة خشية إنه المواطنين بخافوا إنه الإعفاء ما يتم تجديده وبالتالي بيكون في كان في زيادة ملحوظة يعني على فكرة حركة بيع العقار كعقار أراضي يعني كانت النسبة عن العام الماضي حوالي السبعة في المية فما كان فيه هذاك الفرق يعني بالنظر إلى مدة الإغلاقات وكانت جيدة الشقاق بجوز كانت ضعف هذه النسبة كم هو العدد تحديداً في ديسمبر كان حافز جيد إذا ما أخذناها كعدد تحديداً في ديسمبر هل هناك عدد واضح يبين الفارق يعني إحنا عدد يعني إذا أخذنا عدد الشقاق المباعة خلال الفترة من 1-1-2019 لـ 1-3-0-12-2019 كانت 33 ألف شقة أو 917 بالـ 2020 عن نفس الفترة كانوا 28 ألف و892 يعني توتل لمجمل السنة كان حوالي خمسة ألاف النقص عن العام الماضي هل إذا أخذنا الظروف اللي مرت بالـ 2020 هذا الرقم رقم جيد يعني وممتاز طبيعة شهر 12 عادة في زيادة خاصة إذا كانت قرارات تحفيز يعني برأيك أنه أدي قيمة زيادة هل كانت ملاحظة هل كانوا المواطنين يعني مدركين فعلياً أنه الإعفاء سيكون هذا آخر شهر في الإعفاء هل هناك إقبال أكثر من الشهور التي سبقت أنا أعتقد هذا الشهر ما كان في زيادة لسبب أنه قرار مجلس الوزراء اللي اتخذ ومدد اتخذ بـ 30 عشر 2019 بنفس المنضمون يعني كان هناك إلى حد ما ما كان في زيادة زيادة هذا نعم يعني طيب خلينا نتحدث عن الشركات أيضاً يعني بعيداً عن موضوع الأفراد نعم الشركات أيضاً لغيات استثمارية وإقبالهم على العقارات أيضاً هل لحظتم أي مؤشرات مختلفة أو إقبال أكبر من الشركات؟ نعم نعم زي ما تحدثت في السابق أنه هذا القرار بالنسبة لمنتجي الشقاق يعني شركات الإسكان بشكل خاص كان في زيادة هذا العام وهذا مؤشر جيد أنه كان في حوالي 500 قطعة أرض تم شراءها زيادة عن ما تم شراءه بال2019 وهذا راجع إلى قرار الإعفاء نحن نتحدث عن 83 مليون دينار ويزيد حجم المال الذي يضخ كإعفاء لهذا القطاع فهذا أسهم في أنه أقبلت شركات الإسكان على شراء أراضي لتحضيرها من أجل البناء عليها نعم شكراً لك مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكال محمد الصوفين شكراً على كل هذه المعلومات